في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهد مخطط تنظيم الإخوان الإرهابية الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره تمكن قطع الأمن الوطني من إجهد مخطط يستهدف إعادة أحياء نشاط تنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية وأشارت المعلومات إلى طلاع الإخواني يحيى مهران فالمخطط باعتباره أحد الأزرى الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة لتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخاذة ضد الكيانات الاقتصادية المملكة للتنظيم أضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم حيث تم تقنين الإجراءات ومدهمة الشقة المشار إليها وتم ضبط الإخواني المسكور كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ سمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من ذخير حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات تؤكد وزارة الدخلية موصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهد المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره